أهلا وسهلا مرحبا وقبل الشهر الكريم كده كان كثر الحديث عن جواز الصيام من عدمه وحضراتكم طبعا في دار الإفتة كان لكم رأي قاطع في هذا الموضوع هناك كان من يعترض على الصيام في ظل الجائحة ولكن طبعا احنا في النهاية بنرجع لجانب طبي وبنرجع لجانب ديني عشان يكون عندنا قرار سليم في النهاية مستقيم بجانحين زي ما كنا بنضرب مثال قبل الفاصل بالناس اللي هي ما بتاخدش بالأسباب احنا هنا بقى بناخد بالأسباب عندي جانب طبي وعندي جانب ديني ومن هنا كانت الفتوى صحيح وده اللي حصل واتبعته دار الإفتاء المصرية وفضيلة المفتي حفظه الله تعالى لاستكياف الأمر في هذه الجائحة وكذا عقد لجنة متخصصة بلقاسته حفظه الله وبوجود الأطباء من تخصصات مختلفة وبيوجود علماء الشريعة والسؤال ايه الصيام سيعرض حد لخطر في هذه الجائحة سيتعرض لمنعة حد بشيء من التهديد هيهدد المناعة فالعجيب أن الإجابة باتفاق المتخصصين من الأطباء الذين كانوا موجودين أن بالعكس الصيام سيدعم المناعة وإذن فبالعكس الصيام باقي على ما هو عليه فريضة ربانية لازمنا مخاطبين كل مكلف يعني من استجمع الشروط مخاطب بقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وإن شاء الله يجعل في هذا الشهر زي ما قلنا وبالأسباب العلمية وبكل التخصص كل الأسباب باركة ودعم لصحة الإنسان ولما أقامه الله سبحانه وتعالى فيه فالصيام إلا لأهل الأعذار إلا لمريض أوصاه الطبيب في أي أوصاه الطبيب بالإفطار ده حاجة تانية وهنا أجروا كاملا طبعا نحن تعوضنا من الشرع أن من فات شيئا كان متعود عليه كان معتاد عليه فوضته بشيء من العذر يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيدينه العذر هنا رخصة يا دكتور خالد نعم هنا رخصة هنا طبعا رخصة ربانية الله يحب أن تأخذ رخصه كما تأخذ عزائمه نعم تؤدى رخصه كما تؤدى عزائمه نعم كمان والأقر لمن فاته وهو كم متعود أو لمن فاته العزر فالأقر كان نصام إن في المدينة رجالا سيدنا نبي كان بيكلم أصحابه يعني أصحابه الكرام رضي الله عنهم عن بعض اللي هم في سفر أو غزوة فبيقولهم إن في المدينة رجالا ما قطعتم وديا ولا سلكتم إلا كتب لكم مثل أجركم أو معناه صلى الله عليه وسلم لأقالوا قال أحبسهم العزر الذي يحبسه العزر عن أداء ما تأمعتاد عليه نقول بقى الصلاة الجماعة نقول أيها التي يحبسه ويحبسه عن هذا طبعا لهم نفس الأجر عند الله سبحانه وتعالى